تجري وزارة الأوقاف استعدادات وترتيبات لاستقبال الشهر الفضيل في المسجد الأقصى المبارك حيث قامت الوزارة بعمليات تنظيف المسجد وقبة الصخرة إضافة إلى تزويد ساحات المسجد بمظلات وزيادة عدد الأئمة حول هذا الموضوع ينضم معنى الدكتور عبدالستار الإقضاء مدير المسجد الأقصى في وزارة الأوقاف أهلا بك دكتور الإقضاء إذا تحدثنا ما معنى مدير المسجد في وزارة الأوقاف الوظيفة أهلا وسهلا بكم يا مرحبا بالأخوة المشاهدين مدير المسجد الأقصى وشؤون أوقاف القدس في وزارة الأوقاف وهذه مديرية في وزارة الأوقاف تعنى بمتابعة شؤون المسجد الأقصى وعموم أوقاف القدس الشريف لكن هناك مديرية عامة في داخل المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة هناك مديرية دائرة أوقاف القدس الشريف وهناك مدير عام يدير ويشرف على كافة أمور المسجد الأقصى وأوقاف القدس ويتبع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وهناك مجلس أوقاف القدس الشريف الذي يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء نعم دكتور القدس أطلقتم خطة وزارة الأوقاف للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك حدثنا عنها طبعا شهر رمضان شهر استثنائي في كل مكان ومن باب أولى أن يكون للمسجد الأقصى المبارك خطة استثنائية أيضا الحمد لله أكملنا استعدادات استقبال زوار الحرم القدسي الشريف من خلال الانتهاء من مشروع نصب المضلات للمصلين في الساحات وأيضا هناك استعدادات من نواحي الحراسة والإطفاء والكادر يعني عندنا كادر تمريضي عندنا أيضا ما يتعلق في المتطوعين من الكشافة والذين يساندون بدورهم الحراس يعني لدينا ضرف استثنائي بسبب قلة الحراس والذين تمانع سلطات الاحتلال إلحاق هؤلاء المجموعة من الموظفين الحراسة ولكن السؤال دكتور القضاء يعني ما الضامن من قبل سلطات الاحتلال بأن لا توجد اقتحامات للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان يا سيدتي هو يعني هناك اقتحامات مستمرة نعم اقتحامات المستوطنين تحت الحراسة يعني من شرطة احتلال موجودة لكن في شهر رمضان يبقى الاقتحام مستمرا يعني الأيام العشرة الأولى أو نصف الشهر لكن في العشرة الأواخر يزداد عدد المصلين وهنا لابد من التنبيه إلى أن زيادة عدد المصلين والمتواجدين في المسجد الأقصى يمنع المستوطنين ويقلل من مبادرتهم إلى اقتحام المسجد وبالتالي يغلق باب المغاربة إغلاقا تاما في العشرة الأواخر ولا يكون هناك أي نوع من الاقتحام أو الدخول المستوطنين لكن في بداية الشهر عدد المصلين يكون قليلا وبالتالي هناك دخول من باب المغاربة بحدود قبل الظهر بساعة ينتهي ذلك وفي الفترة المسائية لا يكون هناك أي نوع من الاقتحامات هناك لجان طبية ستكون متواجدة طبعا هناك لجان طبية هناك لجان إطفاء ولدينا كوادر إطفاء مدربة من خلال الدفاع المدني الأردن يقوم بتدريب كوادر الإطفاء العاملة في المسجد الأقصى المبارك نقوم بزيادة عدد الأئمة يعني عندنا من خمسة إلى سبع أئمة باستمرار متواجدين في الشهر الفضيل في المسجد لصلاة التراويح وغيرها من الصلوات وأيضا هناك مدرسين على مدار اليوم في المسجد الأقصى يقومون بإطاء الدروس والوعاظ أيضا نقوم بزيادة عددهم وهناك السدنة وغير ذلك ما يقدم للمصلين خلال فترة شهر الفضيل من طعام وجبات فطار نعم تقدم الوجبات هناك كان لغط ما يخص موضوع الوجبات يعني هذا أمر موضوع الوجبات في كل سنة تقدم الوجبات من خلال المتبرعين واللجان الخيرية للمصلين وكان هناك يعني رأي في مجلس الأوقاف في القدس الشريف أن يتم الاقتصار على المجففات كالتمور وغيرها واللبن لكن القرار المجلس صدر نزل عند رغبة هؤلاء الناس بأن تبقى كما هي وهذا ما تم يعني ما تم لا يسمى لغطا بقدر ما هو مداولة تمت مداولة الأمر والرأي الذي أنت ذكرت قلبة لغط نعم نعم الدكتور عبدالستار الأقدام مدير المسجد الأقصى في وزارة الأوقاف كنت معنا شكرا جزيلا لك أهلا شكرا يا مرحبا